أعلن مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة وترقية صدرات أحمد مقرانيا اليوم الثلاثاء عن تضبير جديدة تم اتخاذها للحد من ظهرة الشراء المفرد لمادتي الزيت والدقيقة مقرانيا كشف في تصريح للايضاعة الوطنية أنه تم تعليق التعبئة مادة السميد والفرينة في أكياس 25 كيلوغرام والزيت في عبوات 5 لتر من أجل السماح لكل المواطنين بالحصول على هذين المنتجين تموين بالنسبة للفرينة وزيادة تقريب 2.5 مليون قنطار بالنسبة لمادة السميد لتلحق 3.5 مليون قنطار في الشهر لكي نكفف من عمليات تموين للسميد الفرينة هناك إجراءات تم إقرارها من طرف السلطات العمومية وهي تعليق توضيب انتعمادة السميد في الأكياس 25 كيلو باش نسمح لكل مواطنين عبر فضاءات تجارية باش يتحصلوا على المنتوج وتم تمد التوجيهات لأصحاب المطاحن باش يوضبوا في تعبئة كيلوغرام 2 كيلوغرام 5 و10 كيلو بالنسبة للسميد والفرينة وبالنسبة للزيت في عبوات 1.2 لتر ولهذا اتخذت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات يجال عديد من الإجراءات لضبط شبكة توزيع اليوم الحمد لله شبكة توزيع المواد الأساسية مرقمنة على مستوى قطاع التجارة عدنا شبكة توزيع أنت السميد والفرينة أنت الزيت أنت السكر وبالتالي المواد الأساسية هذه تحت مجهر الرقابة